بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي وولادي الغليين عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير وزي ما احنا طبعا كنا شايفين في كتاب المعاصر اللي احنا كنا بنشرح منه ما ذكرش درس مخصوص للبات في كونسيبت وان اللي هو بتاع الادابتيشن ولكن هو جايبهولي في النهاية على هيئة بروجيكت هننقرامع بعض وبإذن الله رب العالمين نقدر ان احنا نلم الباتز فين في هذا البروجيكت البسيط يلا بنقول باتشات أنا هقول معاكو المعلومات المهمة اللي احنا عايزين نعرفها عن البات في هذا البروجيكت ستجعلوا عن الباتز لتعلم كيف تحديد الادابتيشن يعني بيقول لحضرتك المطلوب منك انك تعرف ان الباتز له بعض الادابتيشن هلبزين بتساعده ان هو يقدر يحدد المواقع باستخدام طبعا الإيكوليكوشن بتاعه وكمان يقدر يحدد مكان فارسته ويقدر يستدهب كل سهولة وكمان يتواصل مع أصدقائه الخفافيش بيقول لي اقرأ لو سمحت الباراجراف التالي وتعلم بعض الحقائق عن الخفافيش يعني بيقول لي الخفافيش بتحب الأماكن المظلمة اللي هي زي الكهوف where there is not enough light for them to see اللي بيبقى مستوى الإضاءة فيها يكاد يكون منعدم not enough light مفيش ضوء كافي for them to see علشان هي تشوف ولذلك زي ما قلتلكو الخفاش أعمى بابا أعمى مامتو عمية ولذلك الأسرة كلها ما بتشوفش وده يفكرني دايما بإن الخفاش ما بيشوفش تمام؟ number two bats fly very fast يبقى أنا من النقطة الأولانية عرفت إن الهابيتاد بتاع الخفاش هي النقطة التانية عرفت إن الباتس fly very fast بتطير بسرعة فائقة so they need to be able to avoid heading different objects during their flying ولذلك هي بتكون في حاجة إن هي تتجنب الاستضام بالأشياء المختلفة أثناء الطيران السريع بتاعها يلا number three bats use sound to move around in the dark يعني الخفافيش بتعمل إيه؟ بتستخدم الأصوات عشان إيه؟ علشان تتحرك وعلشان تدور في المحيط بتاعها in the dark وده بيكون في الظلام ليه؟ لأن أنا عارف إن الباتس هي نوكتورنال أنيمالز من الحيوانات الليلية برافو عليكم to do this علشان تعمل الكلام ده they mechanize in their throats that is very high pitched sound ولذلك علشان تقدر تعيش في الظلمة بالليل وتطلع تدور على رزقها ربنا خلق لها ال high pitched voice ليه يا ولادي؟ علشان تقدر إن هي تحدد به الموقع بتاع الفريسة بتاعتها وكمان تتجنب أي شيء تصطدم به so human can't hear it فاكرين لما أنا قلت لكم سبحان الخلاء ربنا مش عاوز يزعجنا ولا عايز يرهقنا ولا عايز يوترنا بصوت الخفافيش اللي هو ال high pitched sound بتاع الخفاش ولذلك خلى إن هذا الصوت فوق مستوى سمع البشر بمعنى إن الأزان بتاعتنا إحنا كبشر ما نسمعش ال high pitched voice ده علشان ما نقلقش منه number four when this noise hits the objects تمام لما هذه ال noise هذا ال high pitched sound hit بيصطدم بالobjects around اللي موجودة حواليها it bounces back بيرتد مرة أخرى to the bad air بيرتد على آزان الخفافيش these objects while flying تمام على آزان الخفافيش that allow paths detect where these objects are حيث بيسمح هذا للخفافيش إن هي تحدد أماكن هذه الأشياء so they can avoid hitting these objects while flying ولذلك هي الخفافيش بتقدر إن هي تتجنب الاستضام بهذه الأشياء أثناء طيرانها and this process is known as كل الكلام اللي احنا قلنا ده له اسم واحد ألا وهو echolocation اللي هو تحديد الموقع عن طريق صداء الصوت number five in the same way paths use echolocation بنفس الطريقة اللي paths استخدمتها to avoid hitting these objects while flying بنفس الطريقة اللي هي استخدمتها الخفافيش علشان تتجنب الأشياء إنها تصطدم بيها أثناء طيرانها paths use echolocation property خاصية تحديد الموقع بصداء to hunt the braids لكي تصطط فريستها even if they are tiny as حتى لو كانت صغيرة جدا وكانت نموسة بتجيبها على طول بالإيكولوكيشن number six paths also use the sound to communicate with each other as they make different sounds that mean different things يعني كمان الخفافيش بتتواصل مع بعضها البعض عن طريق هذه الأصوات كلام جميل as they make different sounds لأنها بتقدر أنها تصنع أصوات مختلفة that mean التي تعني أشياء مختلفة number seven scientists have discovered that most of sounds that bats produced are arguments about food or where to get sleep العلماء اكتشفوا أن معظم هذه الأصوات اللي بتنتج بواسطة الخفافيش بيبقى الهدف منها حاجتين يا إما الغذاء أو where to get sleep أو الهدف منها أن هي تحصل على مكان تنام فيه كلام جميل برضو عايزة يعني أنبهكم على حاجة بسيطة كده أن الخفافيش hang upside down أو sleep upside down بتنام بطريقة مقلوبة كده راسها تحت ورجلها فوق وده بسبب إيه due to their clothes المخالب بتاعتها ربنا خلق لها structure adaptation which consists of tendons بتتكون وبتتركب من أوطار that allow to lock into place بتسمح للخفافيش تثبت نفسها في أماكن without using its muscle بدون أن هي تكون معتمدة على العضلات اللي ممكن تتعب من كتر الايه من كتر التعليق اللي انتو شايفينها دية upside down أو حتى أن هي تستهلك energy ولذلك هذا التكيف التركيبي اللي الخلاء خلقه لها بيخليها تقدر أن هي تنام upside down من غير استخدام عضلاتها كلام جميل أو حتى تستخدم أي طاقة وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية درس بات شات على أن ألقاكم على خير بإذن الله رب العالمين في الفيديو القادم علشان ننهي فيه بقى بإذن الله concept 1 part 4 lesson 6 activity 17 review on communication and information transfer يلا أشوفكم على خير وزي ما احنا متعودين في نهاية كل فيديو share في الخير فالدلع الخيري كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر